احد اهدافنا في هذا البرنامج هو ترسيخ جعل الدين قاعدة للانطلاق في كل شيء في شركات في وزارات في خطط وجعل الدين ايضا منطلق اساسي في التنمية البشرية وفي وفي علم النفس الايجابي وفي كل العلوم الانسانية بالذات ان نجعل تعاليم الاسلام ومعاني اسماء الله الحسنة تطبيقات عملية تساعدنا في تحقيق الحياة الطيبة في الفوز بالجنة والنجاح في الدنيا عندما نمارس التحكم في النفس ونطبق معاني الرفق المتعلقة بالبر والاحسان حتى لمن اساء الينا عندها ليس فقط نكسب الدرجات والحسنات وانما نبني ارادة نبني ارادة تحقق الاهداف في الحياة تحكم في الذات والتحكم في النفس في هذه القضايا الصغيرة سيجعلني اقدر على تحقيق اهدافي في الحياة بسم الله الودود بسم الله الرحيم الرحمن الرؤوف اللطيف يجب ان تكون مركز في حياتنا واساس تعاملنا مع كل من نقابل المؤمن قيب حسن الخلق حسن المعشر يشعر كل من يقابل بالراحة النفسية عندما يتحدث معه هؤلاء الذين يعيشون في ابراج عالية ولا يبتسمون حتى في وجه الناس هذا مرة في مكان معين سبحان الله زرتهم ما اجد احد يبتسم ولا واحد وكان واحد من اصحابي هو الذي دعاني فانا مسكتك كذا اقلت له احنا صال لي انا كم يوم معكم ما رأيت ولا شخص يبتسم متخيلين هذا فقال لي دكتور مدام ما ضربناك الوضع جيد يعني وهذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يخطب الجمعة على المنبر ثم دخل الحسن وكان صغير جدا و لابس ثوب شوي طويل فتعثر فنازل وكان معه الحسين فنازل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ترك الخطبة ترك خطبة الجمعة ونزل حتى وصل طبعا بيت قريب من المسجد فنزل واخذهما وحملهما الى المنبر واجلسهما على فقدي ايش الرحمة هذه ايش الرفق هذا هذا الذي نتعلمه من ديننا نتعلم ايضا من اسم الله الشكور هذا يدفعنا لان نشعر بفضل الله علينا وفضل الاخرين علينا من لم يشكر الناس لم يشكر الله فعبروا عن هذا الشكر اشكروا من حولكم على كل صغيرة تذكروا ان التعبير عن الشكر يكون بالقلب وكذلك بالقول والفعل صفة الكريم هذه من صفات الرفق تحثنا على ان نكون ليس فقط محسنين وانما نبلاء نبلاء في التعامل نبل نبل الكرام وابناء الكرام تبذل العطاء للاخرين وتبذل الابتسامة والخلق الحسن ايضا للاخرين هذا هو النبل النبل ليس فقط مال فتكون كريما بوقتك تعطي الناس تخصص لهم جزء من وقتك وجزء من جهدك وجزء من مالك كذلك العمل التطوعي هو من اجمل طرق للتعبير عن صفة الكرام وصفات الرفق عموما احسان الى الزوجة مصادقة حتى الابناء اكرام الضيف كل واحد يعملها حسب ما يناسبه ابواب الرفق ليس لها نهاية المحافظة على حتى سمعت الناس هذا من الستر الذي هو جزء من الرفق ديننا الحنيف حريص على اشاعة الود الرحمة الرأفة في العباد اذا صفات الرفق تجعل الانسان كحامل المسك اذا حامل المسك اذا لم تشتري منه المسك ايه طيبك او تشم من الريحة طيبة فكذلك صفات الرفق تجعلك افضل نسخة من نفسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر